ورسميا وبعد ما تسلوا الانتقالات الصيفية وعرفنا اللاعبين دير كل فريق جا الفيديو المنتظر باش نشوفوش كونهما اغلى الفرق اللي كان حاليا في البوطولة الوطنية من ناحية القيمة السويقية وبعد القيمة السويقية كان عرفو كل الفريق وامكانيات ديرو فتلموسم هذا وباش ما نطوش عليكم نمشو مباشر وندوب الفريق اللي كان في الرطبة الاخيرة واللي هي الرطبة الستاش وفي الرطبة الستاش كان الفريق لسعد حادية البوطولة الوطنية اللي هو فريق نادة زمامرة فريق نظات زمامرة وسط القيمة ثويقه glazeي لحالي 2.760kr وقيمة الثويقه عند فريق نظات زمامرة كان يعتبر من خفضة بذلك وخصوص الفريق الذي اتده في البوتوذا الوطنية شراء يجعله واحد السبب و الحبيلائق الذي عمل للعبل elite يملك الفريق بدون قيمة ثويقه نفسه للع asynchron quite a good first والمركز الثويقcn كنت على يطون الفريق لسعد حاليك للبوتوذا الوطنية اللي هو يوسفية برجيد فريق يوسفية برجيد وصل على قيمة ثويقه Carne حاليا جوش العمليون سبعمية وتسبعين الف دولار. واهد القيمة العالمية يتملكها يوسف عيك برشيد يحدها من خفضة بزف وISTات كيمة تنافوا فيها دي فارق اغلبية اللاعبين لانديوه ومعديو مش قيمة سويقية. نبشوا دي فارق اللي كان في المركز الFF وفي المركز 14 كان فارق شباب السوالم. فارق شباب السوالم وصلة لقيمة سويقaghadelو الجوج دي المليون وسبعمية وخمسين الف دولار واحدار فهذا الفريق ده القيمة صويقية داله من خفضة بزاقة دل وكسب المليون وثمين وتسعين الف دولار وبقصة هذا القيمة تسويقية التي تملك فريق مليون دائому متحفظة بزاقة وخصوصا بالمقارنة ديل المواسم السابقة وتشغب أن في هذا الفريق ده الاغربية دي اللاعبين الممتازينة وواسع القيمة ايتي ملكو فريق المغرب تتواني كالتكبه متوسطة خصوص الاد فريق الموسي مادى سرح بالزوف دين اللاعبين ولمقابلين الاعبين اللاعبين الممتازين على التفاب decrease ندخل 16 ramos ١٠٠٠ acerca جيدا حاول ريشينهم قيمة سويقه ديق Он 4 مليون دي الدولار. وهذا الفرق هذا تكتيب القيمة سويقه دي الا متوسطى خصوصا بعد ما بع بع بعزول اللاعبين اللي كانو النجوم الفريق في المركاتو. ن tweets. المنشي تبدأ الفريق اللي كان في المركز العشر. وفي المركز العشق كان فريق إتحاد تورغ него. فريق اتحاد تورغه ن relie Society of Sic другой four 100000 30000 vLS. وهذا القيمة التي تيملك فريق تحاد تورغ้ك التتابر متوسطى ولو ان هذا الفريق هذا البدل اللعبين دول حاليا والمتصدر دي البطولة الوطنية. لماشو ده بل فاريق اللي كن فالمركز التسعى بتذادي. وفي المركز التسعى عدنا فاريق خاسانيه اقدير. فاريق خاسانيه اقدير وصل قيمه تويقي دي يو حاليا للخمسة ال wasting الف دولار. وقد القيمة التي مليك فاريق خاسانيه اقدي كالتتابر حتى يم توسطى. وخصوصا بعد مبع بزف دي اللعبين اللي كانوا اساسين مع الفاريق. لمشو دي بال الفاريق في المركز الثامن. وفي المركز الثامن عدنا فريق اوليمبيك اسفي. فريق اسفي وسلل القيمة صويقه دي لحاليjm 6.7.9000.000 دولار واد قيمة صويقية تيملك فريق اوليمبيك اسفي كتlaşتبع متازه. خصوصا ندي الفريق اله 요�في من يلسوا العرب فريق نجوم حالية. carnival جدا بالضiving في المركز السابع. فرى الامركز السابع عدنا فريق اتحاد طانجا. فالاختحاد طانجا وصل قيمة صويقه دي celui حالي الث. بعد د 그렇 dungeon blowing 850000000 دولار وهذا فريق هذا وصل عدد ل القائمة ثويقية بعد ما تعقت مع كثير للعب الممتازين ولو ان في البداية الموسم المزنزل مع عطوة الاضافة مع فريق اقتحط ا 간단 stand Brexit و بالخطأ الث стоит بعد التنبيعات الا fucker السادس وسعاييف فريق المغرب الفاسي وصل القيمة السويقية دي لالت east المليون دي لل دولار ومية الفiyoruz القيمة السويقية بعد ما يعقيد مع بزاف دي اللاعبين في الميركانو الصيفي وبهمون ابرز هاداللاعобين احماضر ايدا التicanıتي نمشي دهبا لفريق اللي كان حالي في المركز الخامس وسعاييف الفريق الفتح الريضيا وصل القيمة السويقية دي которой العشرة دي لدي المليون ديها الدولار وجه الفاريق وصل على القيمة السويقية بعد ما تملك بزاف دي النجوم لي كان حالي في البطولة الوطنية. وكيف ديما فريق الفتح الرباطي دائما تكون عنده واحد الكلمة الكبيرة في البطولة الوطنية. نبجي دابل الفريق اللي كان في المركز الرابع. وفي المركز الرابع كان فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي وصل للقيمة السويقية ديالو حاليا حداش ديال مليون وثمان مائة الف دولار. وهذا الفريق هذا وصل للقيمة السويقية بعد ما تعقد مع بزاف ديالنجوم اللي كان حاليا في البطولة الوطنية. نبجي وهذا الفريق الذي كان في الماركز الثالث في الماركز الثالث كان الفريق نهضة بركان فريق نهضة بركان وصل ل القيمة التسويقية حالية 12 مليون كينه ل TA والفريق وصل له incr coff跡 swayabilح بضع عمي بعدة أتعاقد مع أبرز اللاعب들 الذيني كانوا حاليا في إفريقيا ومن النجومオ PRO стар специالذي لتكون لديه واحد الكلمة قوية إفريقيا ومحليا فريق parallel هذا والفيwen 14 أكبر وصلania بعد ما تعاقض مع بزاف دي النجوم في إفريقيا وخصوصا بعد ما دارلك واحد لمركاطو اللي عالمي فهد الميركاطو الصيفي نبجو دبا للفريق اللي كان في المركز الأول في المركز الأول تيجينا فريق ويداد الأمة كما أكyd بل فريق ويداد فهد الموسم تتعاقض مع بزاف دي اللاعبي اللي نجوم في إفريقيا وإنا غادي نسوركم أحد السؤال المهم بزاف هوبتو حالي 가كم تعلقدوني القيمة talked μια دي الفريق الوداد والناس اللي غادي يجوبوا الجواب صحيح غادي نحطوهم في السطوريات ان شاء الله الموافر اخي قبل ما نختم الفيديو ما تنسوش بارتاجوه الماكسيموم مع صحابكم ويلا بتاكل معكم حافظ وتهلا